مفاجأة إذن كشف عنها وزير الدفاع البريطاني الأسبق مايكل فالن مفادها أن بريطانيا رفضت تزويد أوكرانيا بالسلاح على مدار سبعة أعوام كاملة وفقا لما نقلت عنه صحيفة اندبندنت فالن الذي شغل المنصب في فترة حكومة ديفيد كاميرون اتهم الحكومات المتعاقبة بالتردد في دعم كييف عقب ضم بوتين شبه جزيرة القرم عام 2014 يقول الوزير الأسبق لقد أحبطنا ومنعنا في مجلس الوزراء من إرسال الأسلحة التي يحتاجها الأوكرانيون لا بل إن بعض الوزراء رفضوا بقوة فعل ذلك خوفا من استفزاز روسيا كلام أيده وزير دفاع آخر في عهد كاميرون وهو ليام فاكس الذي أشار إلى فشل الجهود في تسليح أوكرانيا عندما كان عضوا في البرلمان عام 2015 قائلا إنه كان من الواضح جدا ما هو نمط سلوك بوتين وكان جليا جدا أن أوكرانيا ستكون في هذا الوضع الحالي فاكس اختصر المشهد لم يكن هناك منطق على الإطلاق في رفض بيع الأسلحة للأوكرانيين للتصدي لقوات بوتين لكن يبدو اليوم أن بوريس جونسون تفادى أخطاء الماضي فبلاده رفقة الولايات المتحدة تتقدم ركب تزويد كييف بالأسلحة النوعية أكثر حقاً لقد قرأت جميعها آخر عن طريقانيا كل شيء ممكن لكي تجعل الشخص من القليل حفظ لهم في الأماكن في هذا الوقت وفي同时 وكما يكون النقل من السردين وكسسون والإجاب الحقيقية والذي الأسلحة المتحدة في يستمر السورة الغتحور في كييف يعني أنني قلت قد قبل أن جهو سلوك الدعم الغربي لأوكرانيا يتواصل والمواجهة غير المباشرة تستمر تتسع أيضا كيف؟ سنخبركم عززت موسكو قدراتها العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يعد قاعدة خلفية للبحر الأسود ومنطقة النزاع الحالية عسكريون فرنسيون ويونانيون تحدثوا عن انتشار 20 سفينة روسية في البحر المتوسط فموسكو ضاعفت قدراتها العسكرية مرتين أو ثلاث مرات في المنطقة شملت مدمرات فرقاطات غواصات إضافة إلى غيرها طبعا وجود القوى الروسية في شرق المتوسط بدأت تدريجيا مع انطلاق النزاع في سوريا كما نذكر عندما باشرت موسكو بنشر سفن في ميناء طرطوس السوري وهي المنشأة البحرية الروسية الدائمة الوحيدة خارج حدود روسيا لكن الجديد هو الزحف الروسي في الغرب شمال كريت وغرب اليونان وشمال بحر إيجي قرب البحر الأسود السفن الروسية متمركزة لرصد نشاط قوات النيتو محللون يرون أن انتشار الأسطول الروسي في المنطقة يمكن استغلاله لإرسال تعزيزات بالعسكريين والأسلحة إلى أوكرانيا ولكن أيضا لإطلاق صواريخ كروز من السفن لدعم العمليات البرية أينما يوجد الأمريكيون يوجد الروس كذلك لكن واشنطن التي خفضت قواتها ومن حضورها في منطقة البحر المتوسط لعشر سنوات تعمل الآن على تغيير التكتيكات تغيرت التكتيكات وغيرت الحرب على أوكرانيا اللعبة يجهز الأمريكيون لعودة غير مسبوقة منذ الحرب الباردة أرسلت واشنطن مثلا عشر سفن من المحيط الهندي لمراقبة منطقة البحر المتوسط المراقبة تتمدد ففي قاعدة حلف شمال الأطلسي في جزيرة كريت اليونانية ترابط طائرة مثيرة للإعجاب مع قمرة قيادة زجاجية تتيح رؤية بنطاق 180 درجة الهدف الإظهار للروس بأن شرق البحر المتوسط مساحة نشطة لحلفاء الناتو الطائرة هي أتلانتيك 2 والتي تستخدم بشكل أساسي لتحديد الوضع على السطح ورصد كل السفن في المنطقة فالبحر المتوسط منطقة استراتيجية لأوروبا ولحلف شمال الأطلسي 65% من إمدادات الطاقة في العالم و30% من التجارة العالمية تمر عبره التمركز في المنطقة وسيلة لحماية المصالح الاقتصادية الغربية أيضا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة